شكرا لك بسانتا ثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيريتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية وذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على متابعة برامج التدريب والتأهيل المهاري والبدني المختلفة كما تابع عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الأكاديمية وفي كلمة له بالأكاديمية أكد رئيس السيسي سعيات دولة لتعزيز قدرات أبنائها بمختلف أجهزة الدولة داعيا إلى المزيد من العمل والجهد كما شدد الرئيس السيسي على أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية حاليا لافتا إلى أن هذا الدور ليس مقتصرا فقط على طلبة الكليات العسكرية وإنما في إعداد وتأهيل شرائح كثيرة تقوم بالعمل في الدولة وأضاف الرئيس السيسي أن الهدف من ذلك هو تعزيز وتأكيد قدرة من يلتحق بأجهزة الدولة المختلفة وأعطائه جرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل خلال فترة التحقهم بالكلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وفي إطار مبادرة رئاسية لتبني المواهب أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيان المشترد عن تبنيهما للطالبة المتفوقة من طلال عماد والتي حصلت على المركز الأول على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ وتتكفل كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في جميع مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة يأتي ذلك بناء على تكلفات الرئيس السيسي بتبني الطالبة تعليميا نظرا لظروفها الأسرية الصعبة ودعما لتفوقها العلمية تنطلق اليوم ثالثة جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر حيث تعقد جلسات تبحث موضوعات حرية تداول المعلومات والقضايا الخاصة بمجلسي النواب والشيوخة هذا وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية التي كانت مقررة اليوم لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي لموعد آخر سيتم تحديده لاحقا بنفس المتحدثين فيها وحضرها وكانت الجلسة النقاشية الأولية للجان المحور السياسي قد ناقشت القضايا الخاصة بالمجالس المحلية والأحزاب السياسية ونظام الانتخابي وقضايا القضاء على كافة أشكال التمييز قال الرئيس الأوكراني فلادمير زيلنسكي أن عمليات الهجوم المضاد جارية في أوكرانيا لكنه لم يفصح عن تفاصيل وطلب زيلنسكي من الصحفيين نقل الرسالة إلى الرئيس الروسي فلادمير بوتين مفادها أن القادة العسكريين في أوكرانيا في حالة معنوية مرتفعة وامتنع الرئيس الأوكراني عن التعليق عندما طلب منه في مؤتمر صحفي في كييف أن يعقب على تصريح بوتين بأن قوات كييف بدأت هجومها المضاد لكنها لم تحرز تقدما أكد نائب الأمين العام لحلف الناتو مرتشيا جيوانا أنه لا يوجد حاليا إجماع داخل الحلف على انضمام أوكرانيا إلى عضوية حلف شمال الأطلنطية وأشدد نائب الأمين العام على أن المناقشة داخل الحلف حول أوكرانيا مكثفة لافتا إلى أن الرئيس الأوكراني فلودمير زينيسكي سيجلس إلى نفس الطاولة مع رؤساء الدول الأعضاء في الناتو قال فياتشيسلاف جلاتكوف الحاكم المحلي لمنطقة بيلجرود بجنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا إن 15 عربة من قطار شحن فارق خرجت عن مصاريها في المنطقة وأضف جلاتكوف أن الحادثة وقع بالقرب بمحاطة قطار في منطقة أليكسي يافسكي لافتا إلى أن القطار كان خاليا أعلنت وزارة الدفاع المكسيكي القبض على 16 عسكريا للاشتباه في دلوعهم في قتل خمسة رجال وذلك بعد التقاط مقاطع مصورة لهم وهم يضربون الرجال الخمسة ثم يطلقون النار عليهم وقالت الوزارة في بيان إن محكمة عسكرية أصدرت 16 مذكرة اعتقال يوم الخميس بحق الأفراد العسكريين الضلعين في جرائم تتعارض مع النظام العسكرية ويأتي القرار بعد أن نشرت وسائل الإعلام مقطعا مصورا يعود تاريخه إلى 18 مايو من ولاية تاما وليباس شمال البلاد يظهر عملية القتل ختام المجاز الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباحا خير يا مصر ترجمة نانسي قنقر